مجلس التعاون مجلس التنفيذية للشعبة البرلمانية ويعقد بدولة الكويت الشقيقة يومي الاثنين والثلاثاء الثامن والتاسع من يناير الجاري وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة سيد خميس الرمحي عضو مجلس الشورى عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لمجلس التعاون الخليجي العربي سيد الرمحي بداية نرحب بك ولو تكرمت أن تطلعنا على أهم الموضوعات التي ستطرح على جدول الاشتماع المقبل بسم الله الرحمن الرحيم أشكركم على هذه الاستضافة حقيقة اللجنة التنسيق البرلماني لدول مجلس التعاون عقدت اجتماعها العاشر اليوم صباح هذا اليوم بمجلس الأمة بدورة الكويت الشغيرة وقد استعرضت اللجنة عدد من الموضوعات المحالة إليها من لجنة طبعا البحرين كانت في الدورة الماضية في الاجتماع العاشر لرؤساء المدرس كانت هي دورة الرئاسة وهي معنية برفع تقرير شامل عن ما جرى خلال العام المنصر ومن الموضوعات التي أحيدت هناك موضوعات طبعا البحرين كما تعلمون بناء على تكليف من الاجتماع الدوري العاشر بإغامة ملتغة بخصوص الموضوعات التي اخترتها أو اختارها أصحاب المعالي في العام الماضي ومن ضمن الموضوعات كان هواجز أمن الماء والغذاء وقد أقام مجلس النورة بالملكة البحرين هذا المنطقة في 20 أبريل عام 2017 وتم الحقيقة عمل شارك فيها عدد من أستاذة أعضاء المجلس والمختصين في هذا الشهر وغضية عدد من أوراق العمل كانت الحقيقة جديرة بالملاحظة وجديرة بالاعتمال وتم طباعتها في كتين سوفة أوزة إن شاء الله سوف يوزحها معالي الرئيس في الاجتماع الغالب أيضا هناك من الموضوعات التي طرحت هو اقتراح مملكة البحرين طبعا كان هناك من ضمن التوصيات التيها الاجتماع العاشر كان ترك لجنة تنسيح البرلماني طرف موضوع التعامل مع المعهد العربي للتقريب البرلماني في بيروت والحقيقة كان هناك اقتراح من داوت كويت شبيثة بارقاء التعامل مع هذا المعهد لعدم وجود حساب خسامي وأوجو الصف في هذا المعهد وكان هناك مقترح من مملكة البحرين الحقيقة كان هو نقل هذا المغتأ هذا المعهد من المعهد في بيروت إلى المعهد السبيب الضرلماني التابع لمجل النواقع المملكة البحرين الحقيقة واللجنة مواقرة الحقيقة استجابت إذا رقبت المملكة البحرين وكان هذا من ضمن التوصيات التي سوف ترفع إلى أصحاب المعالي رأس المجال الأسبوع القادم إن شاء الله ونتمنى أن هذه التوصيات تلقى الاستجابة ونحن على اعتقد أن هذه الضغبة سوف تلقى الاستجابة من أصحاب المعالي واستعادة رؤساء المجال التشريعية لاعتماد معهد البحرين كبديل لمعهد السبيب البرلماني الموجود في بيروت أيضاً نكمل أكان من ضمن التوصيات التي سوف ترفع إلى أصحاب المعالي تمرارية التعامل مع التقارير الدولية المتعلقة بالمنطقة الخليجية أو بمجلس التعامل الخليجي الصادرة من بعض المنظمات التي تدعي بالشخصية وكي تتعامل معها إضافة إلى موضوع متعلق بالاتصال بالكونغرس الأمريكي والاتصال أيضاً بالبرلمان الأوروبي وموضوعات أخرى الحقيقة ترفع إلى أصحاب المعالي رأساً مجالة في الأسبوع القادم إذن سعادة السيد خميس الرمحي عضو مجلس الشورى عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لمجلس التعاون الخليج العربي شكراً جزيلاً لك أمنيتنا لكم بالتوفيق إن شاء الله شكراً جزيلاً لكم